الحمد لله رب العالمين وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا لك يا رب العالمين نقف وإياكم في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نتدارس هذا الحديث نتمعن في هذا الحديث نتفكر في هذا الحديث بل نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعني بذلك مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيث ما كنت لمن يقوله يقوله لمعاذ ابن جبل يقول هذه الوصية لمعاذ ابن جبل اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمات وألفاظ قليلة لكن معانيها كبيرة وكثيرة هذا الصحابي معاذ معاذ ابن جبل الأنصاري الخزرج من الخزرج أبو عبد الرحمن شهد العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو أحد الصحابة الأربع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن منهم فهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ أسلم وهو ابن ثمانة أو ثمانة عشر سنة هذا يبين لنا على حب هذا الصحابي لهذا الدين وحرصه على هذا الدين أسلم وهو صغير بمعنى الثامية عشر من عمره استبقاه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتح مكة لماذا؟ ليعلم الناس الحلال والحرام توفي عام ثمانتعش هجريا من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ابن الثمانين أو الثمانية وثلاثين عاما هذا يبين لنا على أن أعمار بعض الصحابة وإن كانت قليلة صغيرة لكن حوه من العلم ما الله به علي لماذا؟ لأن الله علم ما في قلوبه من الصدق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام موصي معاذ بن جبل وأيضا جاء الحديث من طريق آخر عن طريق جندب قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت راقب الله عز وجل يراقب هذا العبد الله تبارك وتعالى في سفره وفي إقامته في عمله وفي بيته بين طلابه وبين أولاده في جامعه ومسجده وفي فصله وقاعاته هذا يبيلنا على أن العبد يراقب الله عز وجل اعبد الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه أعلى مراتب الإيمان الإحسان ما الإحسان؟ ما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه أن تراقب الله عز وجل تخاف الله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولذلك نظم هذا الحديث النبوي ثلاث أشياء انظروا تنظيم لحياة ذلك العبد تنظيم لحياة ذلك العبد أول هذه الأمور معاملة العبد ربه سبحانه وتعالى اتق الله حيث ما كنت المعاملة الثانية معاملة العبد لنفسه وأتبع السيئة الحسنة تتمحها المعاملة الثالثة معاملة العبد مع الناس وخالق الناس بخلق حسن فقوله اتق الله حيث ما كنت معناها باختصار أن تراقب الله كما تكلمت قبل قليل فيها وقد قال بعض أهل العلم لطلابه بعض العلماء قال لحط طلابه واعظا لمن كان في قلبه حياة والله إن عليك يابن آدم لشهود من ربك فراقبهم يقول لحط طلابه انظر إلى انظر إلى المعلم يقول راقب راقب الله عز وجل يوصي ذلك التلميذ ثم يقول وراقب الله في سريرتك وعلانيتك أمام الناس تراقب الله وحدك تراقب الله عز وجل كلنا يقع في الذنوب والمعاصي في الخلوات لكن علي من أن نرجع إلى الله عز وجل ثم قال فإنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى الظلمة عنده ضوء الظلمة عنده نور والستر عنده علانية تستر نفسك عند الله عز وجل علانية هذا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأتبع السيئة الحسنة تمحها فجميل جدا إذا وقع من المسلم سيئة أن يتبعها بحسنة أن يتبعها بحسنة مهما كثرت الذنوب والمعاصي فلابد أن يتبع تلك الذنوب والمعاصي كثير من الحسنات حتى تمحو أو حتى يمحو الله عز وجل تلك السيئات برحمته وفضله وكرمه نقف عند هذا الفاصل يسير بتوفيق العليم القدير حياكم الله أيها الإخوة والأخوات لازلنا وإياكم في هذه الحلقة المباركة وإلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل على هذه الوصية المباركة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارمة أو صالح الأخلاق هذا يبين لنا على عظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولذلك الذي يتمع عن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرى لما سئلت عائشة ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قالت لم تقل كان يقوم ويصلي وأخلاقه حسن لا اختصرت هذا كله وقالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن رضي الله عنها وصدق الله وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هذا يبين لنا على أن كثرة الحسنات كثرة الحسنات تقرب العبد إلى الله عز وجل وتوفق هذا العبد للميتة الحسنة نص الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ووالدين ومن نحب الميتة الحسنة هذا أحد السلف سعيد بن المسيب كان يكثر من قوله اللهم إني أسألك الميتة الحسنة يكثر في الصلاة في الدعاء اللهم إني أسألك الميتة الحسنة فقال له يوما من الأيام أبناؤه يا أبتاه نراك ونسمعك تكثر من قول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة فما الميتة الحسنة يا أبتاه فقال أن يتوفاني الله وأنا ساجد وتمر الشهور والأيام وتمر الأعوام والسنين ثم يكون قد أصابه من المرض ما أصابه طريح الفراش ثم يوما من الأيام استفاق وهو مريض فسمع حي على الصلاحي على الفلاح فقال لأبنائه خذونه إلى المسجد قالوا يا أبتاه معذور قد عذرك الله فقال ألا أسمحي على الصلاحي على الفلاح فأخذوه إلى المسجد لصلاة المغرب فصلى ففي آخر سجدة قبض وهو ساجد انظروا دعاءه في أيام خلت وأعوام ولت وانتهت لكن الله لا ينسى الدعاء دعاء في أعوام فختم الله له بالخاتمة الحسنة ولذلك الحسنة هي كل عمل صالح يقرب إلى الله أي عمل صالح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم عسنات رجل أصاب من امرأة قبله أي قبل امرأة فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني قبلت امرأة فأقم علي الحد فلن يرد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يتوب بينه وبين الله بينه وبين ربه فأنزل الله عز وجل آية تتلى إلى يوم القيامة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين الرجل؟ قال أنا يا رسول الله قال اسمع إن الله أنزل علي قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله أهي لي خاصة يعني نازل لي حق بروحي فقال عليه الصلاة والسلام لا بل للناس كافة بل للناس كافة هذا يبين لنا على رحمة الله تبارك وتعالى أيضا وخالق الناس بخلق حسن أن تكف عن الناس كل من كل شيء يؤذيهم أن تكف شرك كما نقول نحن عن الناس لكن بعضنا يقول هذه العبارة كف شرك أو كف شرك وخيرك عن الناس لا خيرك لا تكف على الناس كف شرك نعم لكن الخير حاول أنك تنشر بين الناس ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ليدخل الناس الجنة أكثر هذه الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام تقوى الله تراقب الله عز وجل تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال تقوى الله وحسن الخلق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما شيء أثقل في الميزان أو في ميزان المؤمن يوم القيامة من صلاة وزكاة لا لا قال عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق وإن الله لا يبغض الفاحش ولذلك ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق بين الناس لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه حسن كما قال عليه الصلاة والسلام فحري بنا أيها الإخوة أن نعتني بهذا الجانب المبارك الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر نلتق إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر